السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان جدد ترحب الجميع في القناة اليوم هذه الوصفة التقليدية من الوصفات المغربية هي السفة ديال السكسو او السفة ديال الكسكس بالفواكه الجافة عموما كتجي هي بالزبيب واللوز انا اليوم اجبتلكم اليوم بتشكيلة من فواكه الجافة فيها احتى الزبيب وتشكيلة اخرى ديالفواكه غتشوفوا معايا في هذا الفيديو هذا كتجي رائعة وكذلك بالحالي بالمراكز المحلة كي اعطيها وحتى طعم زيوم بزاف شوفوا معايا هذا الفيديو من الاول تالاخر شوفوا معايا المكونات وكذلك الطريقة وكنتمنى ان شاء الله تنالاعجاب ديالكم ما نطول شارككم ونقولكم فرجة ممتعة وبسم الله على بركة الله غديندوز وانا كنقولكم الكونات وكذلك غدينحط لكم مكتوبة عندي هنا ينص كيلو ديال الكسكوس ويفضل يكون الحب الرقيقة انا هنا عندي متوسط ولكن سفة ما الافضل تكون الحب الرقيقة يعني سكسو الرقيقة سوف نقوم هنا هنا واحد جوج مغارف كبارين ديال زيت المائدة وسوف نحاول نبسس هذا السكسو بهذا زيت المائدة على اساس ان الحب تسكسو كاملي يتشربوا هذا الزيت باش ما يتعجلنا شيء من اللي نبخره سوف نقوم بخير على ما ندوز هنا نغلي نص يطرد الحليب مع عوية القرفة تقدروا تعمل الفانيليا ونستعمل الحليب المراكز المحلو وكذلك الحليب هذا هو نفسه اللي عادنا في المغرب الحليب ديال بيريسيما يجربون زيون يعطيوح النكهراء عن هذه السفة يجربوها إذا ما كانش يستغنوا عليه ولكن يجربوا به كتجيم زيونة الفواكي اللي سوف نستعملها الفواكي هذي اللي نشربه مع الفاكية فواكي مجفكة تكون فيها خليط فيها كرموس فيها المانغا فيها أناناس فيها الكوي وكذلك الزبيب ثلاثة الأنواع ديال الزبيب كجيم زيونة البنت كتعطي واحد المزيج ديال نكهات كيجي رائع بدل ما نعملوه غير برقوق او لا غير الزبيب بوحده او لا غير المشمش هنا كتكون تشكيلة فيها واحد مجموعة ديال فواكي هجربوها غادي تعجبكم إن شاء الله عندي هنا ياربع كيلو من هاد الفواكي الجفة غادي نعسل عادي غا نعملها كذ الماء وواحد العوية دلقرفة والمزهر جوج مغارف مغارف ديال السكر وغادي نعملوه على نار هادية وغادي نخليوها تعسل بش غادي نزينو بها ها تسفة ديالنا نفس حل قطلكم وغادي نعملو الماء ونعمل هنا ما يعادي لواحد مغروفة كبيرة ديال الماء الزهر وكذلك وحد جوج تنتلت دل مغارف ديال العسل او ديال السكر عسب المتوفر غادي نعملها على نار حانيه ونخليها تعسل فهد الأثناء الحليب انا ها وغلى بعد ما عمتلو ديك العودة تقرفها وغلى غادي نكوبوه هنا نص يطرود الحليب غادي نكوبوه هنا نص يطرود الحليب غادي نكوبوه على هادك سكسو ما تخافوش يريكا تشرب غادي نحركوها باتشكل هذا باش يتوزعنا على الحبات كاملين ديالسكسو وغادي نخليه 1-5-10 تقايا يقم اولا حتى تشوفوها شربوه هادك سكسو هادك الحليب كامل شرباتو فهذا الاثناء هادي انا غادي نخليه يشربو غادي ندوز هنا يرطبت عنديني 1-120 جرام دلوز رطبته شوية في الماسخون وغادي نقشره وغادي نهزغي شوية بشوية وغادي نقشر هاد اللوز هذا اه كنهز شوية شوية بش ميبسلي شي وانطر عبطين عبطين نعود نغليه من اللي تسخنو هاد اللوز يا ايما كتكوبوه على المطيب يا ايما كتغليوه ولكن مشي كتخليوه هي طيب يعني غير كتطلع الغلية كتطفيع عليها النار صافيه وقددوز وقددو تقشره بالنسبة للقليد يالو كتنشوف كتغسله وكتنشوفه مزيان بعد ما كنقشره كنشوفه مزيان كنعمله على زيت كومدقة بردة يعني ماشي سخونه وخليوه يتقل على خطره باش يجيكم مقليئ مزيون شوف هنا هادك سكسو كيفش رجع شوف هادك الحلب كامل وشوف هنا متعجن متش حاجه غنحاول نفك انا هادوك الحبات كاملين بعطيتهم نبسو هاد شكل هادا نبقوش هادوك الكويرات باش عاد ندوزو نعمبلو التبخيره اللولانية تأكدو ان احنا كامل طلقناه وغادي نعمبلوه في الكسكس وغادي نعمبلوه في الكسكس وغادي نعمبلوه يتبخر واحد واحد وعشرين دقيقة طبعا هيتبخر على البرما في هالمه وغادي نعملو هاد الكسكس هادا انا مصورت لكم شي وعلا كين كل شي كي عرف التبخير هنا هاد الفواكيه التشكيله دي الفواكيه تعسلت غادي نحيد على جنب شوفوا معايا هنا يوقفت وتعسلت غادي نحيد على جنب وغادي نخليها تبرد حتى يوجد سكسوب باش غادي نزينو بيا راح دو معايا كان وجدو حاجه بحاجه وانا كان وجد سكسوب وانا كان وجد الحاجه تخلين اللوس شوفوا معايا التحميره ديما نحيدوه باقي اللون دياله هكدا لانه هو غفص تخانه دياله كيزيد يتحمر وكذلك في القليب حل يقض لكم الزيت بردة باش كتعطيكم هاد النتيجة اللون متساوي وكذلك كيتحمر لكم كامل تم من داخل هنا يا سكسوب بعد مدازة عشرين دقيقات بخار التبخير اللولانية غادي نفرغوا في الايناء اللي غادي نخدموه فيها او تاني غادي نحاولو نفكوه كامل بهاتشكل هادا ديك الكويرات تكتولت غادي نحيدوها هنجيب هنا ايه واحد ما يعادي المغروفة كبيرة عمرة ديال الزبدة وغادي نخلطها هاد السكسو هادا كذلك غا نضيف واحد القبيصة الملح ماشي قبيصة هنعملو تقريبا واحد مغروفة صغيرة ديال الملح كيبقى الملح لحسب الدوق ديالكم قيسو ديك سعف الاخر قيسو كنزيدوه غادي نحرقوه مزيان تندمج هديك الزبدة والملح هنجيب هنا ايه هديك العلبة ديال الحالب وغادي نخطيكم غايل عباردي لانه ما يعادي الكاس العلبة صغيرة هادي ما يعادي الكاس الحليب وغادي يفزق به هادا هادا سكسو اذا ما كانش متوفارة لبنات هاد الحليب هادا نقدروا نعملو الحليب العادي او نعملو الماء احنا عملنا في الاول نص سطر الحليب نقدروا هاد المرحلة هدي نعملو الماء ماشي مشكل او الحليب انا كنعملكم هني بعض الحاجة تجربوهم اذا كانوا متوفرين كيزيدوا يعزوا النكهات اذا ما كانوا شي عادي كنبخروا بالماء ماشي مشكل فجربوا هاد الحليب هادا وان شاء الله غادي نالعجب ديالكم هني بعد ما شربتو غادي نخليها البنت خلي وهي تيرتح سكسو اذا عملتو سخون عملتو عليه الحليب او الماء وعملتو وباقي سخون رضيتو يتبخر غايتعجن دائما هني سخون عملنا عليه الحليب نخلي وهي يرتح ويشرب مزيان ويبرد واحد عشر دقايق عادي نعملو يتبخر باش ميتعجن شي اذا هو سخون هكدك عملناه يتبخر كيتعجن صافي هني غادي نوزعو فكسكس غادي نعمل هاد تقيبة هادو بشكي ساعدو ان الربو كي طلع نسكسو حتى اللي فوقك يتبخر وغادي رودو تبخر واحد 15 دقيقة او 20 دقيقة اخر حالي كتشوفو هني يد جود تبخيرت فقط لو عملتن هاد تسكسو هذا ها هي بعد مدازة 20 دقيقة صافي حيتم على النار وغادي نحاولو هني عاو تانين فكو في حال دائما وغادي نجيب هني هديك العلبة ديال الحليب مركز المحلة غاستعمل هني النوز دياله وانتم ماليكم الاختيار تعملو الحليب والسكار تقدر تعملو علبة الحليب الحلواء كتبقى حسب الدوق يعني اختياري بالنسبة للحلواء تقدروا تتخلطوا الحليب مع السكار تقدروا غير الحليب بحدو علبة كاملة او عملو النوز وقايصو بغيتو ازيدو بغيتو هاد كافية كافية هنا هنجيبو القالب اللي غادي نقدموها فيه وهذا اختياري اي قالب اي شكل عندكم انا هنستعمل هادة السيليكون كي يسهل بالنسبة باش مني بروا نحايلوها غا نعمل غا نعمر السيليكون تقريبا اقل من نصف شوية غادي نضغط بواحد المغروفة باش السكسو يشبر الشكل اللي هي القالب وغادي نكوب اول حاجة هنا هادوك الفواكه اللي مع السلا غا نوزع هنا ونحاول نخرج الجوانب با انا جوانب هم اللي غادي يكونوا كيفانوا من اللي غادي نقلبوا هاد السيليكون هاد القالب بالنسبة أن فواكه أنا عملتها متى فنص تقدروا تخلطوها فواكه وهذا اختياري هدا دايور يعني تقدروا تخلطوها مع السكسو وتقدروا تعملواوا بحالات تشكل طبقة فنص أنا عملتها طبقة فنص كذلك حتى اللوز تقدروا تخلطوهم فواكه نغطي الطبقة الثانية بسكسو ونضغط مزيان ببنات باش تشبر فورما للقالب ويتضغط مع بعضيته باش مينقلبوه نجيب طبقة تقديم هنا ونقلب هذا القالب اللي عندي فيه سكسو بهذه الشكل هذا انا هزيته بالتبصل لان السيليكون خفيف تقدر تجيز قلبوه وكي يعواج الكفيدك هنا يحالك تشوفوها وكيزون بكل سهولة وكذلك الشكل كيجي رائع هنا غادي نعاوضها للجواني بهذه الملعقة صافيه غادي نزينوه انا حيت شوية مهدوك الفواكه اللي عسلتم حيتمنو محيت شوية باش نزوقو وزوق يبقى اختياري كذلك على حسب الشكل دي القالب اللي عدنا وكذلك الزوق اللي احنا باغين نعمله هنا غادي نزين بعض الخطوط بعض القطع دي الفواكه لان هي فيها تشكيلة الالوان فغا تعطينا منظر مزيون فحل يقولت فكرة ولكن تزين هذا كل واحدة تعمل لي بغا تكيبقى كذلك على حساب المول بها تشكيل هذا كجيب زيونة وهنا في النص غادي نشوف هاد اللوز فحل يقولت لكم يا ايما نخلطو فو السكسو يا ايما بحل هاد طريقة هادي كيبقاها فحل يقولت اه ادوق اه وكذلك غنجيب هنا سكسو في الجوانب وهنا يا اه سفة دي السكسو واجدة كنتمنى البنية تكون عجبتكم وتجربوها نتمنى يا ربي تننعجب ديالكم وتنجح معكم اه سهلة وبسيطة من الوصفات التقنيدية ديالنا اللي كجيب زيونة قطموها بعد بعد الواجبات ديال الاكل كتحلية كجيب زيونة نتمنى البنية تكون عجبتكم اه ما تنسوشي تبرتجوا الوصفات مع صحابكم ومحببكم منتظروني دائما وصفات جديدة بقالي غنقول لكم الى اللقاء وشكرا لكم على المشاهدة مه السلامة مه السلامة اشتركوا في القناة